في حديث عمر بن الخطاب الذي صدر به الإمام مسلم رحمة الله عليه به صحيحه وأصل الحديث في الصحيحين بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل جبريل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وبالبعث وبالقدر خيره وشربه إبه هذه هي مواطن أو أركان الإيمان أركان الإيمان الستة وقد نص رب العالمين سبحانه وتعالى على مسألة التوحيد هذه في غير ما آية من كتابه كما قلنا هذه أسس أرساها رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه وأسسها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الكريم الشريفة يقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخي والملائكة والكتاب والنبيين وآت المل على حبه إلى آخر الآية وكذلك يقول سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وكذلك الله عز وجل سبحانه بحمده قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا إذن هذه كما قلت هي أركان الإيمان وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في حديث عمر وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهذه الأسس الست للإيمان لا يجوز لأحد أن يفتات على الله ولا على رسوله ولا أن يفهم إلا ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل الله رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر صفاته الجليلة الجميلة في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسى ذلك أيضا في سنته ذكر صفات رب العالمين في غير ما حديث له صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي جاء الصحابة رضي الله عنه على إثره وكذلك الصحابة رضي الله عنهم مروا على هذه الصفات مرور الكرام ما كانوا يؤولون وما كانوا يعطلون وما كانوا يشبهون ولا يجسمون فهذه الصفات نمرها كما جاءت الله رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه صفات ونعوت الجلال والجمال فلا يجوز لأحد من عندياته أن يتأول هذه الصفات ولا إن هو يمعن ولا يعمل فكره في هذه الصفات يعني من فعش الواحد يعد إيه شغل دماغه لما جاء الرجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه يسأله عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بإخراج هذا الرجل المبتدع من مجلسه ترجمة نانسي قنقر